هاي انا ففة من كناة دلوعة في مطبخي نهاردة يا حبيبي والفيديو ده فيديو الجزء التاني من طريقة عمل البطاطا الحلوة انا زي ما قلتلكم بتبقى بكزا طريقة دي الطريقة التانية منها سنية بطاطا بالبشامل الحلو او تواجن بطاطا بالبشامل الحلو بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات كلها في البيت ان شاء الله تعرفوا تعملوها واحلى كمان اكيد فيه كتير بيعرفوا يعملوها بس انا قناتي زي ما انا قلتلكم وعاودتكم للمبتدئين للي ايه لسه ايه صعنانين كده ومش عارفين ايه يعملوا حاجات المطبخ تمام نعمة جدا وبتدوب في البق دوب تحفة فنية وان شاء الله هتعاكبكم جدا جدا انتظرون يا حبيبي باذن الله فوصفات كتير للبطاطا الايام الجاية يلا نبدأ باسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله علي افضل صلاة والسلام النهاردة حبيبي هنعمل زي ما قلتلكم سنية بطاطا بالبشامل الحلو تمام دول اتنين كيلو بطاطا سلقاهم وهارساهم اه الفيديو الاولاني معرفاكم ادير البطاطا المسلوقة ايه ان شاء الله هنزلولكم في صندوق الوصف تمام اتنين كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة زي ما انا قلتلكم ده كيلو حليب للبشامل بقى كيلو حليب كيلو الحليب اه دول قدام كيلو الحليب بقى كبالة ربع سكر السكر المزبوط لو عايزين بزيادة زودوا عادي سر بقى البشامل الحلو البطاطا بيبقى طعم حلو تحفة فنية مميز مية البطاطا بصفيها كويس جدا من البطاطا بعد ما بتتسلق تمام وبروح ضربها في الخلاط فبتبقى هوا ده من زرعة بتبقى تحفة فنية بجد هتفرق كتير 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 في البشابيل دول خمس معالق اه خمس معالق دقيق ومعلقة صغيرة فانيليا ضفت الزبدة وعليها الدقيق زي ما انتوا شايفين اول ما يندمجوا مع بعض كده دقيقتين او تلات دقيق بالزبط وتروحوا ضيفين الحليب زي ما عودتكم قبل ما تضيفوا الحليب توطوا النار خالص خالص تبقى هادية جدا والحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة تمام تضيفوا الحليب كله بقلب جامد ما تقلقوش ولا تخافوا يدي ايه مش هيكلكع تمام وبعد كده تضيفوا الدول حوالي كوباية ونص من مية البطاطا تمام وبعدين تضيفوا السكر المجوم كويس جدا مع بعض اول ما تلاقوا او تحسوا ان الدقيق خلاص اندمج مع الحليب والمكونات اللي دفنوها تروحوا معاليين النار عادي زي ما انتوا شايفين عالية النار وابتدى ايه الى حد ما سمكو يتقل شايفين ما فيش ايه تكالكعة امشي على طريقتي وان شاء الله هتعكبكو جدا جدا طريقة مظبوطة وسهلة وبسيطة خلاص دي اول ما ايه يبقى فيه تبكبكة كده خلاص تتفنر عليه تمام دهانت الصينية زبدة زي ما انتوا شايفين هضيف بقى البطاطا ولازم يعني ايه تسوي البطاطا كويس قوي ما يبقاش فيه حتة عالية وحتة واطية تزبطوها كويس قوي في الصينية او في الطاجن تمام وبعدين تضيفوا البشاميل لسخنة عادي ما فيهاش اي مشكلة اول ما تطلعوا من على النار تضيفوه في البطاطا على طول وتزبطوه زي ما انتوا شايفين بقى كده هتحطوه في المايكرويف او في فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية البطاطا مش بتحب لدرجة الحرارة الوطية تمام ما بيكملش نص ساعة وبيبقى زي ما انتوا شايفين دلوقتي نتيجة مبهرة جدا 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 تسيبوه لما يبرد خالص خالص وبعد ما يبرد باذن الله تقطعوا خرط زي ما انتوا شايفين اكسم بالله اكسم بالله المقادير مزبطة جدا لو حابين السكر يكون بزيادة زويدوه زي ما انتوا عايزين بس مش تقطروها لشان لما البطاطا تكون سكرها بزيادة كتير بيبقى ايه تعمها تعم البطاطا مش باين السكر هو اللي بيبقى باين تمام زي ما انتوا شايفين يا حبايبي البطاطا جربوها على طريقتي ومنتظرة كومنتاتك الحلوة حاجة كده وهم وخيال انتوا لما تجربوها للي مش عارفها ومش جربها قبل كده هتحسوا ان انتوا بتاكلوا كتعة جتوه تمام اي استفسار انا تحت امركم تنسوش حبايبي تعملوا لي لايك واشتركوا تفعيل الكراز على الكل عشان يوصل لكم كل جديد كان اتضلعوا في مطبخي منكم وليكم تنزلوني حبايبي فيديو جديد مع وصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة